كما أصدر أيضا الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الأربعاء قرارا بقانون يقضي بإنشاء صندوق تحيا مصر حيث تكون له الشخصية الاعتبارية ويدبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقر مدينة القاهرة ويجوز إنشاء فروع ومكاتب له في المحافظات الأخرى قال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الصندوق يتمتع برعاية الرئيس وفقا للمادة الثانية من القانون الذي ينص على تشكيل مجلس أمناء للصندوق يتولى رسم سياساته العامة وذلك برئاسة رئيس مجلس الوزراء بيختص الصندوق بمعاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية من بينها تطوير العشوائيات والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين وتمويل المشروعات متناهية الصغر ومشروعات البنية التحتية والمشروعات الصغيرة للشباب وغير ذلك من المشروعات التي تسهم في دعم الموقف الاقتصادي والاجتماعي للدولة